بسم الله الرحمن الرحيم وبعد إخوة الإسلام فإن حياتنا في هذه الدنيا كنهر جار ضفتاه ظل الأمان ورغد العيش وما تزال الحياة ونهرها جاريا حتى ينخرم أحد ضفتيها فيخرج النهر عن مساره وتفسد الحياة أجل هما النعمتان اللتان امتن الله سبحانه وتعالى بهما على كفار قريش فقال عز اسمه لإيلى في قريش إيلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وقال تبارك وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون ولم نزل في بلادنا أرض الحرمين معشر المسلمين ننعم بهتين النعمتين العظيمتين على أوفر ما يكون فضلا من الله سبحانه وتعالى ونعمة في وقت تموج فيه أعاصير الفتن والاضطرابات والقلاق بالدنيا كلها من حولنا إنه لحق على كل من أكرمه الله فتنعم بسكن هذه البلاد المباركة أن يستشعر فضل هاتين النعمتين وأن يعلم أنهما خير ساقه الله وفضل هيأه الله جل جلاله وهي مقرونة بحفظها بالشكر لله والقيام بواجب حقها وأداء مفترض الله والانكفاف عما نهى الله وقد ضرب لنا سبحانه وتعالى في القرآن مثلا فقال وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان مرة أخرى هما هاتان النعمتان الأمان ورغد العيش كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ألا وإن من شكر ربنا جل جلاله على هذه النعمة الاستقامة على دينه ورأس ذلك توحيده وإفراده بما هو أهل له سبحانه وأن نبوء معترفين لربنا سبحانه بهذه النعم وأن نلهج بها شاكرين شكر قلب وشكر لسان وشكر بدن بامتثال طاعته والابتعاد عن محارمه ألا وإن مسؤولية هذا الوطن والحفاظ على أمنه ورغاد عيشه واجب مناطو بعنق كل مسلم كيف وقد جعل الله هذه البلدة وأرضها وترابها ما هو أفئدة المسلمين التي يتقاطرون إليها من كل فج عميق يأمون قبلتهم ووجهتهم أحياء وأمواتا هي نعم عظيمة تستوجب منا مراعاتها وتتضاعف في حقنا معشر القاطنين في حما هذا البلد المبارك أن نقوم بدورنا المناطبين لتدوم نعمة الله علينا ويدوم فضله من أمن ورغاد عيش اللهم فاجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه واحفظ علينا إله أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا ووفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى واحفظ على هذه البلاد دينها وعقيدتها وأمنها وولاتها وكل خير سقته لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا واحفظ علينا خير ما سقته لنا من فضل ونعمة وكرم وادفع عنا إله شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا حي يا قيوم اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين